اشتركوا في القناة لا تحابي ولا تجامل أحدا من البشر الإنسان اللي بيطيع يجد الخير كله والإنسان اللي بيعصي بيعرض نفسه لغضب الله وعقابه سبحانه تعالى قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله إذا ظهر الزنا والربا وأظن أن الزنا والربا عافان الله وإياكم قد انتشروا في كل بلاد الأرض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى إذا ظهر الزنا والربا في قرية أي في بلدة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله وفي رواية عند أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح بقى طيب العذاب قد ينزل أو الفيروس قد ينتشر في بلد فيها الصالحون وفيها غير الصالحين طيب إيه زنب الصالحين بقى لما يظهر الفيروس في البلد لما فيها رغم أنهم الصالحين فالنبي بيوضح بقى صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرة الله أكبر يعني لما ينتشر الظنوب في بلد معينة فيها الصالحون وفيها غير الصالحين فيها الناس اللي بتعمل الظنوب ديت وفيها الناس اللي هي متبرئة من تلك الظنوب وعيش على طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا أصيب الجميع بذلك الفيروس أو بذلك الابتلاء خب بالك بقى فإن ماتوا يبعثون يوم القيامة على نياتهم فالصالحون يدخلون جنة الرحمن سبحانه وتعالى والفاسدون يعاقبون يوم القيامة طيب وده يوضحه أكتر كنحية عملية بقى يوضحه قصة الجيش الذي سيقصد المهدية في آخر الزمان حينما أخبر النبي والحديث رواه البخاري ومسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد البيت جيش رايح يقاتل المهدي عليه السلام تمام كده بينما هم في طريق بين المدينة والمكة بين المدينة ومكة الجيش ده كان فيه كامل وكام كتيبة زي يقوله يعني كده تلت كتيب كتيبة في الأول وكتيبة في النص وكتيبة في الآخر فيخسف بأول الجيش فيخسف بأوسط الجيش عفوا يخسف إيه بأوسط الجيش فينادي أول الجيش آخر الجيش يقول لهم شايفين ده الجيش اللي في النص اتخسب بالأرض فيقول نعم رأينا ذلك تمام ثم يخسف بعد ذلك بأول الجيش وبآخر الجيش ولا ينجو إلا رجل واحد وهو الذي يذهب إلى المهدي عند الكعبة ويخبره بخبر الجيش لأن في أكتر علامتين كلمنا احنا لما تدارسنا سويا قصة المهدي والأحداث التي ستحدث في عهد المهدي عليه السلام في 24 درس نشرت على القناة بفضل الله سبحانه وتعالى فمن ضمن الأشياء قلنا أن أدبر علامتين يعرفوك أن هذا هو المهدي تلت حاجات أو حاجتين الحاجة الأولى أن الجيش الذي يقصد المهدي يخسف به ده علامة والعلامة التانية ودي اللي مؤكدة أكتر اللي هي أن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل من السماء ويصلي خلف المهدي وفي علامة تالتة اللي هي ظهور المسيح الدجال في عهد المهدي لكن أدبر علامة توضح أن هذا هو المهدي هو ظهور المسيح الدجال في عهد المهدي ونزول عيسى عليه السلام وصلاة وخلف المهدي ثم الجيش الذي يقصد به ما بين المدينة وما بين مكة هو الذي يقصد المهدي فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن الطريقة قد يجمع الناس يعني ممكن يكون في ناس ما لهمش علاقة بالموضوع ده خالص قافلة معدية في الطريق لقيت جيش قالت لهم بعد إذنكم ممكن أمشي بجواركم وفي حمايتكم بدل ما يطلع علي لصوص في الطريق أزنوا لهم واحد مسافر من مكان لمكان لقى جيش استأزنهم يمشي جنبهم خوفا إن يطلع علي أي حد من قطاع الطرق فقالت له إن الطريقة قد يجمع الناس فقال بلى نعم يا عائشة فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل فيه ثلاث أصناف هيبقوا ماشيين في الطريق في الوقت ده المستبصر اللي هو عارف هو رايح يعمل إيه وده عقبه جديد جدا لأن هم أيللهم الأول أنه رايح يقاتل المهدي رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم المستبصر وبعدين والصنف الثاني والمجبور اللي هو اللي طالع مع الجيش مكره هو مش عايز يروح يقاتل المهدي عليه السلام لكن مكره ومجبور أنه يطلع عشان يقاتل فيهم المستبصر والمجبور وبعدين والمجبور وابن السبيل اللي هو بقى كان ماشي جنب الجيش كده وهو مالوش في الموضوع خالص لرايح يقاتل ولا يعرف أي حاجة خالص بالمرة عن الجيش ده النبي قال لي بقى قال يهلكون مهلكا واحدا يعني الجيش هيخسب به المستبصر خصف به والمجبور خصف به وابن السبيل خصف به المجبور قد يكون معظونا أمام الله والمستبصر ده معاقب وابن السبيل مالوش في أي حاجة خالص بالمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم الله أكبر يوم القيامة يبعثون على نيتهم تعالى انت كنت مستبصر ورايح تقاتل وقاصد ده معاقب انت كنت مجبور قد يأخذ حكم المكره ويعفو الله عنه فهو في مشيئة الله والتالت ابن السبيل ده ما كانش لي زنب خالص هكذا إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرة عشان كده لابد للإنسان إن لم يستطع أن يهجر مكان المعصية فلابد أن ينكرها ولو بقلبه قدوا بالكم انكار القلب نفسه يقتضي أن أنت تهجر المكان بتاع المعصية يعني أن أنت ما تفعلش المعصية وده مش كفاية فلابد كمان أن أنت تهجر المكان اللي فيه المعصية وتنكر ذلك بقلبك حتى إذا وقع أي شيء فيروس انتشر أعذاب نزل ابتلاء حصل أي حاجة حصلت في الوقت ده وتكون الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى قد تبرأ من تلك المعصية وإيه ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأبي هو أم صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا وقعت الخطيئة في الأرض كان من حضرها خذوا بالكم كان من حضرها فأنكرها كمن غاب عنها وكان من غاب عنها فرضيها كمن حضرها يا الله فلابد هو ذا إنكار القلب لأن أنت تنكر بقلبك هذه المعاصي تنكر بقلبك كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى أن أنت بتتبرأ إلى الله من كل شيء يغضب الله وأن أنت بتتبرأ إلى الله من كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى لكذا أقول لماذا ظهرت كورونا ولماذا ضاقت الأرض بمن عليها بسبب انتشار المعاصي والذنوب ومبارزة المولى عز وجل بالذنوب والمعاصي في أغلب أقطار الأرض إلا من رحم الله أسأل الله عز وجل أن يعافين وإياكم من كل شر وبلاء وأن يرفع هذا البلاء عن كل أهل الأرض يا رب العالمين وأن يقين وإياكم شر الظنوب والمعاصي وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته